لأن الوضع الإنساني والموقف الإنساني مزري للأسف فالوضع الإنساني الآن يجب على العالم أن يتضمن معه عدد القتلى في غزة استمر لمدة مائة يوم حتى الآن هذا أسوأ، هذه أسوأ مجزرة أو إبادة إنسانية هذا أمر صعب، هذا أمر يجب أن نفعل حياله شيئا ما الأمر يوم الخميس لم يكن فقط بخصوص غزة وإنما إقناع المحكمة بأن ما حدث هو مجزرة جماعية وإدانة إسرائيل والأمر المهم الذي أريد أن يشير إليه أن هذه أول وقفة ضد قصة إسرائيل أو رواية إسرائيل وأن رواية إسرائيل لم تكن الرواية الوحيدة وإنما الفلسطينيين أيضا لديهم رواية خاصة بهم ويجب عليهم أن يمثلوا قانونيا الإسرائيليون تم إدانتهم للأفعال التي نفذوها ضد الفلسطينيين الأبرياء في غزة خلال المائة يوم الماضية أعتقد أننا بشكل أساسي كان يجب علينا أن نقف هذا الموقف سيد زين يعني أريد أن أتوقف عند أمرين وهم الأول هو جريمة الإبادة الجماعية وهذه جريمة تدين الدولة الإسرائيلية ككل أما الجريمة الأخرى فهي جرائم الحرب وأعتقد أن هذه توجه إلى أشخاص بحد ذاتهم فهل فريقكم توجه بالاتهام في كل الجريمتين الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة إسرائيل وأيضا جرائم الحرب التي يقوم بها عدد من قادة هذه الدولة وهل سميتموهم بالاسم وتقدمتم باتهام مباشر ضدهم دعنا نفسر هذا الأمر بالحديث عن الدولة والحديث عن الأفراد منذ حوالي شهرين بعد بدء الهجمات نحن رأينا أمورا إنسانية تحدث هناك وهذه القضايا كان يجب أن تدان من قبل ويجب أن يذكر المسؤولون عنها ويمثلوا لمحكمة العدل وكل هؤلاء المسؤولون عن جرائم الحرب يجب أن يمثلوا بشكل منفرد جرائم حرب ضد الإنسانية جرائم حرب وأيضا الإبادة الجماعية يجب أن يدانوا فيها فبالتالي محكمة العدل قد بالفعل أدانت نحن لم نذكرهم بالإسم في المحكمة ولكن طلبنا تقديم المسؤولون وأوضحنا ذلك وأوضحنا أن أي مسؤول يجب أن يمثل التحقيق في هذا الأمر وهذا الأمر قد نقشناه من قبل أن لدينا نزاع ونزاع دولي ويجب أن يكون هناك شهادة وأن يجب أن يمثل المسؤولون عن هذه الجريمة أو المجزرة وهذا طلب منطقي لنا وقمنا به فبالتالي الحكومة وأيضا الأعضاء مسؤولون ومدنون عن هذه المجزرة فبالتالي نحن أوصينا لبعض الأصدقاء أن الأفراد أيضا يشملهم هذا الأمر الأمر الخاص بقرائم الحرب وليس فقط قرائم الحرب وإنما الإبادة الجماعية ضد الأفراد الأمر معقد وهذه الأفعال سواء كانت تسمى بقرائم حرب أو إبادة جماعية يجب أن نفكر في الفعل في حد ذاته وأن نفكر في المسؤول عنه نعم نحن أدننا الاثنين أدننا الدولة وأدننا الأفراد طيب سيد زين أنا أعلم جيدا أنكم طلبتم شهادة بعض من الفلسطينيين مثل السيد غسان أبو ستة الطبيب وهو أحد هؤلاء الشهود أيضا عائلة نغم أبو سمرة لعبة الكاراتي التي استشهدت في الخارج وهي تتلقى علاج نتيجة هذه الحرب هل سوف تقومون باستدعاء شخصيات دولية أخرى على سبيل المثال فإن هناك اثنين من نواب الحزب الديمقراطي الأمريكي في الكونغرس لديهم شهادة موثقة في جريدة نيويوركر منهم كريس فان هولن ومنهم جيف ميركلي هل سوف تقومون بطلب المزيد من الشهادات الدولية خاصة عندما تأتي من نواب ديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي نعم حينما ينتقل الأمر بالنقاش الأخلاقيات وخصوصا في هذه القضية يجب علينا أن نجمع الأدلة ويجب أن نجمع الأدلة خصوصا من الشهود نحن نجمع الأدلة من هؤلاء الذين كانوا كانوا متأثرين مباشرة من هذه الحرب ولكن أيضا يجب أن نجمع الأدلة من أي مختصين أو أي مقترنين بما حدث وأي شخص يستطيع أن يمدنى بأي مادة أو أي تفاصيل على سبيل المثال هؤلاء الذين قد أمدون بهذه المواد من قبل بخصوص هذه المجزرة الجماعية نعم كل ما يستطيع أن يمدنى بإدانة هؤلاء الأفراد فيما حدث فسيكونون شهود أساسيين لدينا وخصوصا ضد القادة الرئيسيين في الجيش فبالتالي نحن طلبنا في المحكمة هذا وأن طلبنا من المحكمة أن تعمل بسرعة وأيضا أصدقائنا في جنوب أفريقيا وبوليفيا طلبنا تقديم هؤلاء الأفراد للمحاكمة وطلبنا شهادة كل هؤلاء الذين يعتبروا أدلة بالنسبة لخضياتنا ووضعنا هذا على موقعنا وقلنا بالطبع نحن نجمع كل الأدلة وأي شاهد يمكن أن يمدنى بهذه الأدلة يمكن أن يدين هؤلاء قادر على مساعدنا لذلك ليس فقط الأمر خاص بالشهداء الذين طلبناهم شهود الذين طلبناهم وإنما أي شخص يستطيع أن يمدنى بأدلة هل تسمح لنا بأن نرسل لكم عبر الإيميل الخاص بكم شهادات لنواب الكونغرس الذين زاروا معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي تتحكم فيه إسرائيل لأنهم أجروا حوارا مع نيويوركر فنحب أن نساهم أو نساعدكم في ذلك وسوف نرسل لكم هذا الحوار عبر الإيميل إذا سمحتم لنا فتكون مساعدة مصرية خالصة من أحد البرامج المصرية إذا سمحتم لنا هل يفيدكم ذلك؟ ستكون مفيدة جدا إذا أرسلتموها لنا عبر الإيميل أي شيء يمكن أن ينسبنا سنكون شاكرين وسنوثق هذا رسميا وإذا كان هذا قابلا للتقديم فسنقدمه في معرضتنا أمام المحكمة لذلك شكرا على عرضك أشكرك أخيرا أو لا أعلم إن كان هذا هو السؤال الأخير أم لا ولكن يعني بخصوص المحاكمة ماذا إذا تمت بالفعل إدانة الدولة أو دولة إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية ما هو الإجراء الذي سوف تتخذه المحكمة وما هي آلية تنفيذ هذا الإجراء حسناً أول شيء بالنسبة لجزء أول من سؤالك بالنسبة لطلبنا لدينا اتفاق لدينا مع لجنة وقف إطلاق النار التي طلبت وقف إطلاق النار أن هذا هو أول طلب إذا وجدت إسرائيل مدانة أن توقف إطلاق النار وهذا سيكون سيكون رغماً عنهم ولن يكون الأمر مجرد طلب مننا ويجب علامة أن يحترموا ذلك لدينا تحدي كبير أن ننقل هذا لمجلس الأمن إذا رفضت الحكومة الإسرائيلية هذا الطلب بالنسبة للجانب الأخلاقي إذا قلنا أن هذه قريمة أو إبادة جماعية سنطلب تدخل دولي بالنسبة للقانون الدولي وأن هذا مخالف للقانون الدولي على كل المستويات بالنسبة لجنوب إفريقيا مصر كل البلاد ستدين وكل البلاد لا تريد أن تنخرط في أي عمل خاطئ يدينها بجانب هذه الجرائم ولكن هذا يعني على سبيل المثال ولكن على سبيل المثال أن هذا الأمر ربما يكون هناك أي تدخل من جانب الدول ضد إسرائيل إذا وجدت مدانة وخصوصا إذا لم تردخ إسرائيل بعد إدانته وهذا الأمر يجب أن يكون واضحا إذا أدينت إسرائيل بالإبادة الجماعية فيجب أن يكون هناك أفعال من البلاد ضد إدانة إسرائيل فبالتالي من المهم أن نوجد أولا إدانة إسرائيل وبعد ذلك نطالب هذه الدول باحترام حقوق الإنسان ونؤمن قرار المحكمة وأن يؤخذ على محمل الجد وأن يوجدوا طرق لتنفيذه وأيضا نطالب كل هؤلاء المسؤولين عن هذه الجرائم أن يمثلوا أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية يجب أن يؤخذ هذا من طريق محكمة العدل الدولية فهذه نقطتان أساسيتان وهذه استراتيجية خاصة بنا وفعالة نوعا ما ضد الدولة وضد الأفراد أيضا المسؤولون عن هذه الجريمة